أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مسمى الرحمن الرحيم تحليل بأ costing المحافظة على المعارض المائية من التلوث ونواصلة في سجيل المقاطئة لشرح مفتعة هذه الوحزة والمحافظة على المعارض الطبيعية بالنسبة للماء لأنها تشرص بالنسبة للماء هناك أربع عوامل التغنيات المعتادة لمعالجة الماء والترشيح التقنيات التقنيات الحديثة لمعالجته والمحافظة على المعارض الطبيعية وتدابير التغنية والقانون المساحبة فدرسنا هنا في المقطع الأول وشرحنا التقنيات المعتادة وشرحنا النصف هذا في المقطع الأول جزئين منه وجدنا أنه هناك عملية استخدام رشية وترشيح دقيق في هذا المقطع إن شاء لنتناول أيضا جزئين من التقنيات الحديثة ومنها تحلية مياه البحر والتغنية البيولوجية وسوف نتناول هذه أيضا المحافظة على الموارضة الطبيعية والتدابير التقنية والقانونية المصاحبة إذن هنا التقنيات الحديثة الشطرة الثانية منها تحلية مياه البحر تستعمل تغنيات عديدة منها التقطير الوميضي والتناضح العكسي الملتي ستيج فلاش والريبيل سموزيس والريبيل سموزيس لتغنية مياه البحر وهذه صورة لمحطة بشكل واضح المعالجة البيولوجية تستخدم بعض الكائنات الحية مثل بكتير في المعالجة البيولوجية للمياه العادمة كما لاحظنا ذلك في معالجة مياه صرف الصحوة وترغب بعض الدول الصحوة في معالجة مياه الشرب ولسا ما استخدمت هذه التغنية المحافظة على الموارضة الطبيعية إعداد استراتيات وطنية ودولية لترشيد استعمال الماء إذن ترشيد استعمال الماء يجب أن تكون هناك ضوابط واضحة الحد من تلويس مصادر المياه أيضا رأينا كيف تلويس الماء يؤثر على الطبيعة وحياة العسان تنمية الوعي لدى جميع الشرائح الاجتماعية المحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة في استخدامه في الزراعة والمنازل والصناعة هذه المصادر يجب ترشيده وتوعية كل شرائح لفهم وترشيد استعمال الماء مضاعفة الجهود في المهدين الغانونية والتنظيمية والتغنية يعني نصدر غوانين هناك تكون صارمة باتجاه ترشيد استهلاك الماء كل النغط علىه تؤدي للحفاظ وتوفير المياه للأجيال القادمة وبكذ ذلك تكون كسبنا أو حققنا تعريف التنمية المستدامة التدابير التغنية والغانونية المصاحبة في الميدان التغني تطوير التغنيات المستعملة في ميدان الريب واسطة الأساليب الحديثة وتجيع الزراعة النباتية المتأقلمة مع الظروف المحلية يعني يجب أن تكون هناك زراعة متأقلمة مع الظروف المحلية كما في نباتات تقوم في ظروف معينة وفي نباتات تنمو في ظروف أخرى معينة فيجب أن لا نخلط بذلك بتطوير تغنيات تحلية المياه بهدف الخفض من تكاليفها أو من تكلفتها في الميدان الغانوني يجب الاهتمام بالتشريع المائي لتغني استخدامات المياه المختلفة يجب أن نستخدمها بشكل غانوني يميز لي كي نسترشد استهلاكها ولا نبزلها سن قوانين زجرية في حق المرتكبية جرائم التلويث والتبزير إذا كان هناك شخص يبزل الماء أو يلوزه يجب أن يكون هناك قانون يردع هذا الشخص وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل في مقاطع كل الشرم لا يوجد جزρير